لن تسمح الطالبان الباكستانية بأي شكل من أشكال التعاون بين إسلام باد وواشنطن بعد مقتل 24 جندياً على يد قوات الناتو عند المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان في 22 نوفمبر الماضي الرسالة جاءت على شكل تهديد على لسان المتحدث باسم الحركة إحسان الله إحسان لوكالة رويترز إذ هدد بمهاجمة النواب البرلمان الباكستاني ومن يحركهم على حد قوله إذا قرروا إعادة فتح خطوط الإمدادات إلى حلف شمال الأطلسي في أفغانستان موقف الحركة جاء في ظل مناقشة البرلمان الباكستاني توصيات لاتباع طريقة جديدة في العلاقات مع واشنطن بما في ذلك إعادة فتح الممرات وفرض ضرائب على الشحنات المارة لذا من المرجح أن يعقد تصريح إحسان الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين على خلفية مقتل الجنود وتواجه الولايات المتحدة أصلاً علاقات متوترة مع أفغانستان بعد أن قتل جندي أمريكي 16 مدنياً قبل أسابيع الأمر الذي دفع الحكومة الأفغية إلى طلب تسلم أمن البلاد قبل الموعد المحدد من قبل قوات حلف النيتو أحداث تضع الولايات المتحدة بين فكاي كماشا فواشنطن لا تستطيع إيصال المعدات إلى قواتها في أفغانستان من دون إذن من إسلام أباد كما أن الولايات المتحدة لا تريد أي توتر في العلاقات مع أفغانستان قبل موعد الانسحاب المقرر أولا بكي بي بي سي